يا عمر ماذا تصنع أنت وزملائك؟ نضع ما تبقى من شطائر المدرسة في صندوق الطعام ما تبقى من شطائر؟ إذن سأعطيك شطيرة واحدة بدلا من سنتين؟ لا يا أمي بل أعطيني الثلاثة حتى نملأ الصندوق للفقراء نجحت الفكرة وكل الإمارات وضعت أمامها صندوق طعام مثل صندوقنا ما شاء الله وما حدث في شارعنا يحدث الآن في شوارع أخرى وسيحدث أيضا في أحياء ومدن أخرى الكل الآن يتنافس في أشكال وأحجام الصنادير وحجم وأنواع الأطعمة التي توضع فيها للفقراء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ ولكن الناس نسيت أنني صاحب الفكرة الأصلي الله لا ينسى ستكون في ميزان حسناتك وستأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين وهل بذلك أكون قد صنعت شيئا لوطني؟ بالطبع صنعت شيئا لوطنك الأصغر ووطني الأكبر دينك والأمة الإسلامية كلها ماذا تقصد؟ الإسلام يا عمر ألغى الحدود النفسية بين البلدان وجعل المسلمين كلهم إخوة مهما فرق بينهم المكان إخوة في الدين؟ وفي الحق وفي الخير يتعاونون جميعا على البر والتقوى وينصر بعضهم بعضا ضد أي ظلم يقع عليهم قل لي إذن ماذا فعلت في مكة بعد أن تقربت من الشيخ محمد الأزرق؟ ومصيبتا سرقت نقوتي سرقني اللس في زحمة السوق أيها الناس انتشر اللصوص في السوق انتبهوا إلى أموالكم التي في جيوبكم احترس أيها الأعمى عفوا لم أرك لأنك تسير للأمام وتنظر إلى الخلف وتؤذي الناس من حولك أنت أيضا كان يجب أن تحترس تقصد أنني أنا المخطئ؟ على أي حال لقد اعتذرت إليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أعطني يا عم قليلا من الخبز والجبن درحمان ما هذا؟ أين ذهبت نقودي؟ ابحث عنها جيدا كانت هنا وضعتها في جيبي قبل أن أنزل من البيت هل سرقت؟ السيدة المسكينة نبهتني قالت إن اللص صرق نقودها واللصوص منتشرون في السوق آه هكذا وقعت في الفخ ها؟ أي فخ؟ بالطبع وضعت يدك على جيبك فور سماعك لكلامها فرأك اللص وعرف أين تخفي نقودك يبدو أن هذا قد حدث فعلا هذه السيدة شريكة لللص قالت لك ذلك حتى توقع الطيبين من أمثالك يا الله لله ما أعطى ولله ما أخذ تفضل الطعام لا فليس معي ثمنه لن أتركك جوعان أعطني ثمنه في وقت لاحق بعد أن تعود إلى بيتك والله يا عم ليس معي أي مال في بيتي لقد سرق اللص كل نقودي لا حول ولا قوة إلا بالله أنا بخير يا أمي ولا ينقصني إلا رؤيتك أنت وأحمد أخي أنت أيضا أوحشتنا كثيرا يا محمد أتقدم كثيرا في دروس العلم وعندي ما يكفيني من المال لا ترسل لي أي أموال أخرى لماذا يقول ذلك؟ لأن لديه مالا يكفيه من أين؟ إنه لا يعمل في مكة قد بارك الله في المال القليل الذي أعطيناه إياه أشعر يا أحمد أن أخاك يخفي عنا شيئا أي شيء؟ ليتني أعرف كنت قد انتويت أن أحج العام القادم حتى أراه في مكة ولكننا لم نجني من زرع أرضنا إلا المال اليسير ولذلك لن تستطيع أن تحجي آه هذا ما عرفه أخوك محمد فأراد أن يخفف عنا النفقات وادعى أن لديه ما يكفيه من المال تتغيب عن مجلس العلم أسبوعا كاملا؟ والله يا شيخنا مررت بظروف صعبة أنت الذي صعبتها على نفسك لست أول من سرق اللصوص ماله وكيف عرفت؟ من جارك الذي تسكن معه؟ سأضطر للعمل حتى أوفر مصاريف إقامتي ومعاشي أتضيع الوقت في العمل وتنشغل عن دروس العلم؟ ليس لدي حل آخر إذن تعمل معي أنا وسأوفر لك كل نفقاتك وماذا أعمل معك يا شيخنا؟ قلت لك إنك أنجب تلاميذي ستجلس بجواري في مجلس العلم وتكتب كل ما تسمعه مني حتى الأسئلة التي يسألها التلاميذ وردود الفقهية عليها ثم ماذا بعد؟ تساعدني في جمعها في كتيبات صغيرة نقوم بإعطائها لهم في نهاية كل شهر ولكني لم أتعود أن أخذ مالاً مقابل أي جهد علمي لقد قلتها بنفسك يا محمد أنت في ظروف صعبة ما شاء الله يا محمد صرت الظراع اليمنى للشيخ الأزرقي في كل مجالس علمه وأبحاثه العلمية هذا من فضل الله يا سيدي والله لقد أفادني الشيخ أكثر مما أفدته لقد ساعدته في تأليف أكثر من عشرين كتيباً وانتفع بها طلاب العلم في مكة وخارجها وانتفعت أنا بها وستساعدني إن شاء الله في تأليف كتابي الذي سأجمع فيه الأحاديث النبوية الصحيحة أما زلت تفكر في هذا الكتاب؟ والله ما نسيته طرفت عين ولهذا جئتك اليوم ماذا تقصد؟ أشعر أن مهمتي في مكة قد انتهت تريد أن تعود إلى بخارة؟ لا، سأرحل إن شاء الله إلى المدينة المنورة حتى تلتقي بعلماء الحديث هناك وأتعلم منهم كما تعلمت على أيديكم هنا في مكة سنفتقدك كثيراً يا بخاري لقد تركت أثراً طيباً عند معظم أهل مكة ستظل مكة وأهلها في قلبي دائماً وأدعو الله أن أعود إليكم قريباً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر